كل حياة اتغيرت سليم بقدر امشي كل تفاصيل حياتي الاحين ابسط اشي بدي مساعدة ابسط اشي بدي مساعدة من شخص حتى النام ما بقدرش انا ممنيح يعني كيف انسان طبيعي بينام ممنيح بتحرك حاليا مستحيل انام اللي غير مسكن او منوم حتى المشي بمشيش اصلا لما امشي خطبة مثلا بدي اروح على اي مكان بدي مساعدة حسيت انو بصلت لنقطة انتهت حياتي فيها انا حاليا بس بطلع انو اطلع من غزة بسبب الامكانيات اللي ضعيفة جدا بسبب تدهور الوضع الصحي اللي موجوده في غزة بس انو بدي اطلع وانقد اللي ضايل مني بس بيركب طرف صناعي وعيش حياتي طبيعية اصرت حياتي شلت حياتي شل تدهور الاء ايمان انا ما حاناتي بحاجة اتمدن الحياة انا تمدن الحياة نفسى مشي نفسى قف نفسها مشي نفسها قف نفسها قد غرض أولادي نفسها لما اعتياجت أولادي شكاترك بعدما تعرضنا عمر من بتر في يده اليسرى لا يستطيع عمر مبارسة حياته بشكل طبيعي مما يسبب انعكاس نفسي عليه في المستقبل عمر بحاجة إلى علاج دائما مستمر نفسي وصحي عايشنا إصابات معقدة لم نشهدها من قبل أدت إلى بتر كثير من الأعضاء وخاصة النساء والأطفال عشرات الحالات الموجودة في الأقسام الداخلية تم بتر أطرافها من خطورة الإصابة وهناك من تفاقمت المشكلة وتم بترها لعدم وجود الإمكانيات اللازمة وعدم الحصول على موعد عملية سريع هذا فاقم المشكلة حالات البتر زادت بشكل كبير جدا هذه الحالات البتر الموجودة في مستشفيات غزة وفي مختلف المناطق تحتاج إلى رعاية وتأهيل فيما بعد وهذا أيضا تحدي كبير لنا متى سيتم تركيب طرف متى سيمارس حياة الطبيعية فيما بعد هذه أسئلة ما زالت مبهمة حتى اللحظة لنا في المنظومة الصحية ترجمة نانسي قنقر دوي الاحتجات الخاصة فحاجة لمعاملة خاصة ومنام مريح وإراحية في الحياة كما يجب إحنا اليوم نزحنا فيش أي نوع من الإراحية زي ما أنت شايف احنا بنعيش في خيمة انا عايش في خيمة وهذه ظروف قاهرة يعني انسان واضع انسان متنقل طبيعي لا يستطيع انه يستمر في العيشة هاي عيشة الخيمة اللي احنا عايشينها ظروف صعبة ابعد ما تتخيل والامر بالنسبة الي المعامل بعانيها اضعاف اضعاف من اللي بعانيها انسان عادي